إيش معنى مصر واليونان؟ وإيه اللي كان ما بين مصر واليونان؟ خلاك تكتب عنه؟ يعني مصر واليونان أولاً أنا ببقى أنا ما بنفصلش عن القضايا الخاصة بالبلد اللي أنا عايش فيها مصر فبتابع وشايف أنه سياسة السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي لفترة طويلة من أول ما تولى المسئولية وهو بيفكر في كلمة العودة إلى الجذور والعلاقات ما بين مصر واليونان وأبرس في البحر المتوسط والعلاقات التاريخية ما بين مصر واليونان فالإعلام تناول كل العلاقات التاريخية والقديمة والسياسية وكل الكلام ده لكن الكورة ما كانش حد تتكلم فيها مع أن فيه علاقة تاريخية كبيرة جداً ما بين مصر واليونان في كرة القدم على مدار أكتر من 100 سنة يعني لو باختصار كده الجزء الأول من القرن اللي فات من الأول 50 سنة كانوا اليونانيين أكبر جالية عائشة في مصر طبعاً بس كانوا لهم خصوصية لأنه اليونانيين كانوا عايشين زيهم زي المصريين بالظبط كانوش يحبوا انهما يتعاملوا كأجانب هما لهم امتازات الجالية الأجنبية لكن عمرهم ما يتعاملوا بيها يعني كانوا قريبين من المصريين حتى هما انتشروا مش بس القاهرة واسكندرية لا يعني الناس دايما تسمع اليونانيين يقول لك اسكندرية اليونانيين كانوا موجودين في كل مدن مصر حتى الصعيد يعني حتى اسم الكتاب نفسه كرة القدم في المدن الجامحة ده فيه جزء منه كان فيه حاجة اسمها سلسية مدن جامحة زي سلسية نجيب محفوظة عندنا بس اللي كاتبها قديب يوناني اسم ستراتست سيركس سيركس ده موليد حياة عبدين وعاش حياته كلها في مصر وعاش في قسيط شوية وعاش في اسكندرية والسلسية دي في اليونان زي سلسية نجيب محفوظة عندنا كده في مصر يعني حاجة مبهرة جدا يمكن ترجمها عربي دكتور خلد رقوف وانا لما قارتها انبهرت بيها شوية فحبيت ان نربط الاسم كمان بحاجة تكون لها شعبية في الوسط بتاع القراءة في اليونان بنتكلم عن انه جاليا عملت اكتر من سبع اندية في مصر سبع اندية كرة قدم بيلعب فيهم لعيبة من الجاليا اليونانية كانوا بيشاركوا في الجزء الاول من القرن اللي فات في المسابقات الرسمية يعني احنا كان عندنا اندية زي نتكلم على هيلانيك يونيون ونادي الاتحادي اليوناني الرياضي في اسكندرية وده متأسس سنة 1910 فيه قبل كده بالمناسبة يعني فيه معلومة الناس ممكن تتفاجئ بيها شوية دايما نقول انه اول نادي تأسس في مصر نادي الجزيرة 1882 لكن اول نادي تأسس في مصر كان نادي اسمه ميلون نادي كان بيمارس فيه ابناء الجاليا اليونانية في اسكندرية الجنباز وبعض الرياضات اللي هي الالعاب زي العاب القوة كده سنة 1873 فاحنا التاريخ بتاعنا مع اليونانيين هنا في مصر كمان كبير قوي في الرياضة مش بس كرة القدم بنتحدث عن فرق زي الهيلانك يونيون وفرقة بور فؤاد بمناسبة نادي بور فؤاد دا كان نادي معظمه من الجاليا اليونانية ووصل انه اخذ بطولة الكاس قبل كده نادي بور فؤاد كان موجود في أول وبرسعيد كمان اعتقد انه كمان كان فيها يونانيين كتير جدا بالضبط كان فيها نادي اسيبيريا نادي كنه برضو يونانيين للجاليا اليونانية نادي دي كلاك بتشارك في المسابقات الرسمية يعني مثلا نادي الهيلانك يونيون ونادي بور فؤاد لعبه في أول موسيمين في الدوري الممتاز المصري مشاركين في الدوري التاريخ ده كله ما كانش حد صلت عليه الضوء أو تكلم عليه فأنا قلت إنها فرصة لأنه كمان لقيت إن دولة اليونان هي ضيف شرف معرض الكتاب ده حقيقي وإحنا لما كنا في المعرض طبعا بزورنا الجزء أو الجناح اليوناني اللي كان معمول في المعرض والحقيقة إنه هو فعلا كانوا عاملين يعني شغل جميل جدا هم الحقيقة كمان هم اللي عملوا لي حفلة أوقيع الكتاب كانت مبادرة رائعة منهم دكتور خالد رؤوف ومع المنظمة الهلينية للثقافة هنا في مصر والسفارة اليونانية والحكومة اليونانية وزارة الثقافة والرياضة اليونانية يعني كنت مبسوط بحاجة زي كده بالنسبة لي إنه تجربة مهمة إنه الحكومة اليونانية تهتم بحاجة زي كده إنه وزارة الثقافة والرياضة اليونانية كمان تحط الكتاب بتاعي في برنامجها في معرض الكتاب كدولة ضيف الشرف اتعملت الحفلة في قاعد ضيف الشرف والحقيقة كان فيها مجموعة من القيادات الرياضية مجموعة من اللعيبة اللي خضت التجربة انها احترفت من مصر في الدوري اليوناني بعد كده زي مين بقى? فأول خمسين سنة كان اليونانين هم اللي موجودين في مصر بعد ستنات وخرج اليونانيين من مصر الجالية اليونانية رجعت اليونان بقى المصريين بيحترفوا في الدوري اليوناني موسيقى